الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إجمعين أما بعد نواصل التعليق على مقرارات برنامج منارات العلم الثاني ولازلنا في الكتاب الأول سلم الوصول ووصلنا إلى قوله حي وقيوم فلا ينام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه إجمعين قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام لتبلغ الأوهام كن ذاته ولا يكيف الحجاء صفاته قال رحمه الله تعالى حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام الحي والقيوم إسمان من أسماء الله عز وجل إسمان من أسماء الله تبارك وتعالى والحي من أسماء الله عز وجل ورد في القرآن في خمسة مواضع والحي من أسماء الله تعالى ورد في القرآن في خمسة مواضع منها قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت ومنها قول الله عز وجل هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين والحي والقيوم ورد مقترنان في بضع مواضع والحي واضح على اتصافه بصفة الحياة والقيوم من أسماء الله عز وجل ورد في ثلاثة مواضع من القرآن وقد جمع في هذه المواضع الثلاث بين الحي والقيوم بين الحي والقيوم الموضع الأول في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الموضع الثاني في سورة آل عمران ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الموضع الثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الحي القيوم هو اسم الله الأعظم ورد ذلك في حديث عند ابن مردويه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن في البقرة وآل عمرانة وطاها وهذا الحديث فيه مقال ثم قال المصنف رحمه الله تعالى حي وقيوم فلا ينام نفى النوم عن الله عز وجل ونفي النوم عن الله تبارك وتعالى كذلك ورد به القرآن لا تأخذه سنة ولا نوم السنة النعاس وإذا نفى النعاس فمن باب أولى أن ينفى عنه النوم وجاء في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الإمام المسلم من حديث أبي موسى على شعري رضي الله عنه أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ونفي النوم عن الله عز وجل ليس نفيا محضا وإنما هو نفي لإثبات كمال الضد فالله عز وجل لا ينام لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى ثم نفى الشبيه عن الله عز وجل فقال وجل أن يشبهه الأنام وجل أي عظمة عن أن يشبهه الأنام والأنام هم الناس وقيل الأنام هم جميع المخلوقات وقيل الأنام جميع المخلوقات الجن والإنس والسماوات والأرضين الجن والإنس والسماوات والأرضون وغيرها فنفى أن يشابه الأنام الرب سبحانه وتعالى فالله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه هو أحد من خلقه ولا يشبه هو أحد من خلقه والأولى نفي المثيل عن الله عز وجل والأولى نفي المثيل عن الله عز وجل لأمرين اثنين يعني بدل أن ننفي الشبيه عن الله ننفي المثيل عنه سبحانه وتعالى لأمرين اثنين أحدهما أن نفي المثيل ورد به القرآن أن نفي المثيل ورد به القرآن قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وموافقة القرآن لفظاً ومعناً أولى من موافقته معناً فحسب أولى من موافقته معناً فحسب والآخر أن نفي الشبيه عن الله عز وجل فيه إجمال فيه إجمال والآخر أن نفي الشبيه نعم لا الشبيه والآخر أن نفي الشبيه عن الله عز وجل فيه إجمال فيطلقه أهل البدع فيقولون لا شبيه له فيطلقه أهل البدع ويقولون لا شبيه له ومرادهم بذلك نفي صفات الله عز وجل ومرادهم ومرادهم من ذلك نفي الشبيه عن الله نفي صفات الله تبارك وتعالى لأجل ذلك فالأولى أن ينفى المثيل عن الله تبارك وتعالى وإذا وجد نفي الشبيه عن الله عز وجل في كلام أهل السنة والجماعة فيريدون به معنى صحيح ألا وهو نفي المثيل عن الله عز وجل قال نعيم بن حمد الخزاعي من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن نفى ما وصف به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه وما وصف به رسوله تشبيه وأصل البلاء عند أهل البدع أنهم يرون أن اتفاق التسمية يلزم منه اتفاق المسميات أن اتفاق التسمية يلزم منه اتفاق المسميات وهذا غير لازم الله عز وجل سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا وسمى نفسه العزيز وسمى بعض خلقه بالعزيز وليس سمع كسمع ولا بصر كبصر ولا عزة كعزة لذلك من القواعد العظامة التي كان ينبغي أن تذكر قاعدة القدر المشترك قاعدة القدر المشترك فما من أمرين اشتركا في التسمية إلا بينهما قدر مشترك وهذا في اتفاق المسميات في حق الله وحق خلقه فالله عز وجل سميع والخلق يسمعون ويطلق السميع على الخلق فهناك قدر مشترك وقدر فارق لذلك الصحيح عند أهل العلم أنهم يقولون أن العلاقة بين اشتراك المسميات في حق الله وحق خلقه أنها علاقة مواطأة يعني هناك شيء من الاتفاق والمبتدع من الأشاعر والجهمية والمعتزلة يقولون أن هناك اشتراك لفظي ما معنى اشتراك لفظي؟ بمعنى أن اسم الله واسم الخلق يشتركون في اللفظ فحسب فإذا قلنا أن الله عز وجل سميع والمخلوق سميع فالاشتراك بينهما لفظاً فإذا أردنا أن نعرف صفة الله عز وجل فنحن نعرف السمع عند المخلوق وهو إدراك المسموعات والعلاقة بينهما مشترك لفظي فحسب مشترك لفظي فحسب فالسمع في حق المخلوق هو إدراك المسموعات أما في حق الخالق فليس كذلك إذن الله سميع بلا سمع البصر هو إدراك المبصرات أما في حق الخالق فليس كذلك لذلك قلنا لابد من قاعدة القدر المشترك والقدر الفارق هناك قدر مشترك وقدر فارق قدر مشترك وقدر فارق قال أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه من نفى القدر المشترك عطل الذي ينفي أن يكون هناك قدر مشترك بين اسم الله واسم المخلوق وصفة الله وصفة المخلوق مما اشترك لفظا فإنه معطل لذلك قلنا أن السمع هو إدراك المسموعات القدر المشترك هو في أصل المعنى فالسمع في حق الله هو إدراك المسموعات والسمع في حق المخلوق هو إدراك المسموعات والبصر في حق الله هو إدراك المبصرات والبصر في حق المخلوق هو إدراك المبصرات لابد من هذا القدر المشترك حتى تفهم صفات الله عز وجل لذلك هذه الصفات أنزلها الله في كتابه وهي أكثر القرآن وأمرنا الله عز وجل بتدبر القرآن لذلك المفوض الذين يقولون أن أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل ليس لها معاني وإنما نفوض معانيها إلى الله عز وجل كأنهم يقولون أن الله أنزل إلينا كتابا وقوله العليم الحكيم كقوله القدير الخبير ليس لها معاني وإنما هي أسماء جامدة لله عز وجل ولا نؤمر بتدبر كلام الله تبارك وتعالى لذلك هناك قدر مشترك من لم يثبت هذا القدر المشترك عطل الله عز وجل عن صفاته فالله سميع أي أنه يدرك المسموعات والمخلوق سميع يدرك المسموعات إذن هذا القدر المشترك لا بد من إثباته وهناك قدر فارق من لم يثبت القدر الفارق مثله لذلك السميع السمع في حق الله تبارك وتعالى هو سمع يليق بعظمته وكبريائه وجلاله سبحانه وتعالى البصر في حق الله عز وجل هو بصر يليق بالله تبارك وتعالى لذلك كلنا نسمع قول أهل العلم تمجيداً لله عز وجل يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء الله عز وجل هذه النملة في الليل البهيم على صخرة صماء تتحرك يسمع الله عز وجل دبيب هذه النملة ويراها في هذا الليل ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقوم الناس إليه في صعيد واحد في يوم عرفة يسألونه كل يسأله حاجته وهذا يسأله بلسان عربي مبين وهذا يسأله بلهجة أعجمية فالله تبارك وتعالى لا تختلط عليه الأصوات يسمع الجميع في لحظة واحدة سبحانه وتعالى ولا يشغله سمع عن سمع لا يشغل أن يسمع لهذا عن أن يسمع لهذا سبحانه وتعالى ويقضي حوائجهم جميعا يعلمها سبحانه وتعالى لذلك هذا السمع في حق الله تبارك وتعالى هذا سمع الله عز وجل ليس كسمع المخلوق إذن هناك قدر فارق بين ما نثبته للخالق وما نثبته للمخلوق إذا لم تثبت القدر الفارق فإنك تمثل الله عز وجل بخلقه السمع الذي نثبته للمخلوق هو سمع يليق بأنه مخلوق بعجزه وبضعفه لذلك قالت عيشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات إني مع المرأة المجادلة في الغرفة يخفى علي بعض حديثها يخفى علي بعض حديثها عيشة رضي الله عنها جالسة في غرفة صغيرة ضيقة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المرأة المجادلة سمعت عيشة بعض حديث هذه المرأة وخفي عليها بعض حديث هذه المرأة الله عز وجل فوق سبع سماوات ما خفي عليه كلام هذه المرأة سمع كل كلامها سبحانه وتعالى ما أسقط حرفاً واحداً من كلامها سمعه كله وأرسل وعلم حاجتها وأرسل جبريل بقرآن يتلى إلى يوم القيامة لقد سمع الله قولاً التي تجادلك في زوجها لقد سمع سمع الله قولاً التي تجادلك في زوجها وتشتاكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إذن انظر إلى هذه الآية كيف عبر الله عز وجل عن السمع بجميع تصاريفه بالفعل الماضي لقد سمع وبالفعل مضارع والله يسمع وبالمصدر إن الله سميع إذن الله سبحانه وتعالى سمعه ليكسك سمع بشره لذلك هناك لذلك هناك ماذا لذلك هناك قدر فارق لابد أن نثبته في صفة الخالق وصفة المخلوق ثم قال المصنف رحمه الله تعالى لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجى صفاته لا تبلغ يعني لا تصل الأوهام الأوهام جمع وهم والمراد بالأوهام الظنون توهمت الشيء بمعنى ظننته فلا تبلغ الأوهام يعني لا تبلغ الظنون كنها ذاته كنه الشيء نهايته كنه الشيء نهايته وحقيقته فمهما بلغت الظنون وتعددت فإنها لا تبلغ حقيقة ذاته سبحانه وتعالى فإنها لا تبلغ حقيقة ذاته سبحانه وتعالى مهما كنت متخيلاً لصفات الله عز وجل فإنك لا تدركها على الحقيقة فإنك لا تدركها على الحقيقة قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما ثم قال ولا يكيف الحجى صفاته التكيف هو تعيين هو تعيين كنها الصفة أي تعيين حقيقة الصفة والحجى هو العقل فلا يعلم العقل حقيقة صفات الله عز وجل مهما بلغ عقل العاقل فإنه لا يدرك حقيقة اتصاف الله عز وجل بصفاته فأراد رحمه الله تعالى أن يثبت صفات الباري سبحانه وتعالى وأن ينفي الكيفية عن هذه الصفات أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد مفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها ثم قال رحمه الله تعالى باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر صفات الله عز وجل ومن ذلك أنه باق سبحانه وتعالى قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فلا يبقى غيره سبحانه وتعالى وقد يقول قائل أن الجنة والنار باقيتان فلا تفنيان ولا تبيدان فيقال أن ما ورد في الشرع بقاؤه فإنه باق بإبقاء الله عز وجل له فإنه باق بإبقاء الله عز وجل له سبحانه وتعالى قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه ثم قال ولا يكون غير ما يريد يعني لا يوجد في هذا الكون إلا ما آراده الله عز وجل إلا ما آراده الله عز وجل وهنا ذكر الإرادة الكونية وهنا ذكر الإرادة الكونية والإرادة صفة ثابتة لله عز وجل فعال لما يريد والإرادة إرادتان أحدهما إرادة كونية إرادة كونية وهي الموافقة للمشيئة والآخر إرادة شرعية دينية إرادة شرعية دينية وهذه بمعنى الرضا والمحبة ثم قال رحمه الله تعالى منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد وحاكم الحاكم والحكم والحكيم كلها أسماء لله عز وجل والحاكم والحاكم لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن يفهم من بعض الآيات كقول الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين وكقول الله عز وجل وهو خير الحاكمين فبعض أهل العلم يعدونه إسما من هتين الآيتين أما الحكم والحكيم فقد وردا في كلام الله عز وجل فقد وردا في كلام الله عز وجل والله عزيز حكيم أفغير الله أبتغي حكم